موسيقى تواصل عمليات الجيش والمقاومة لدحر ميليشيا الحوثي جنوب مأرب موسيقى الجيش أعلن استعدادة مواقع استراتيجية في اليتما بالجوف موسيقى واجبايات الانتقالي في عدن تدفع شركات الأدوية إلى الإضراب موسيقى نشرة إخباريات مفصلة على قناة من شباب أهلا بكم تتواصل المواجهات العنيفة بين قوات الجيش والمقاومة من جهة وميليشيا الحوثي الإرهابية من جهة أخرى في الأطراف الجنوبية لمحافظة مأرب وسط تقدمات ميدانية حققتها قوات الجيش وأفادت مصادر ميدانية أن قوات الجيش المسنودة بالمقاومة الشعبية فرضت سيطرة نارية على معسكر أمريش الاستراتيجي جنوب مأرب أذلك بعد تحديدها في معارك الأحد مواقع اللجمة والفليحة المحاذية للمعسكر من جهة الشرق وقد أسفرت المعارك عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيا بين قتير وجريح إضافة إلى تدمير عدد من الأطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها أكدت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب إحباطها كافة المحاولات البائسة لميليشيا الحوثي الإرهابية الهدفة لزرع الخلايا النائمة وزعزعة أمن واستقرار مأرب قال مصاعد مدير أمن مأرب العقيد الركن علي المعمري في تصريح صحفي إن الأجهزة الأمنية على أتم الجهزية والاستعداد لتعمر مع أي طارئ سواء في المدينة أو في مواجهة ميليشيا الحوثي بجبهة القتال وأشار العقيد المعمري لأن وحدات وعناصر الأمن يشاركون أبطال الجيش في مختلف جبهة القتال في غضون ذلك سقط قتل وجرح من ميليشيا الحوثي الإرهابية في اشتباكات اندلعت بين الحراسات الخاصة لقيادات في الميليشيا بصنعاء عقب تبادل تهم بالخيانة على إثر هزائم الحوثيين في مأرب وطبق لمصادر مطلعة فإن القياديين الحوثيين نائف الأعوج وحنين قطينة تبادل عراكا وصفعا على الأوجه داخل مركز قيادة يتبع القيادي في الميليشيا المدعو أبو نشطان في مديرية أرحب عقب توجيه اتهامات بالخيانة قبل أن تندلع اشتباكات خلفت قتل وجرح يشاره إلى أن ميليشيا الحوثي تلقت خسائر كبيرة وضربات موجعة من الجيش والمقاومات الشعبية وغارات طيران التحارف منذ بديء هجماتها على مأرب مطلع العام الماضي 2021 لم تتلقها منذ انقربه على الجمهورية والشرعية قبل سبعة أعوام إلى ذلك أعلن الجيش الوطني استعادة مواقع عسكرية استراتيجية في جبهة اليتمى بمحافظة الجوف أقل قائد الوام 161 مشاجة بلي العميد روكن مطيع الدميني إن أبطال الجيش تمكنوا من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية أبرزها جبال القذاميل ومواقع الأبتر والنعاض المحاذية لمعسكر طيبة الأسم في اليتمى بحسب موقع وزارة الدفاع سبتمبر نت كما أكد أن الميليشيا تلقت هزيمة كبيرة في المواجهات أتكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وسط انهيارات واسعة في صفوفها على وقع ضربات الجيش والمقاومة شن طيران التحالف العربي ضربات جوية على أهداف عسكرية مفترضة لميليشيا الحوث الإرهابية في محافظة ذمار جنوب صنعاء أفدت مصادر محلية أن طيران التحالف شن صباح الاثنين سلسلة غارات على أهداف عسكرية للميليشيا في مركز المحافظة وجبل عشروش في مديرية المنار وبيت الكوماني بمديرية عنص وجبال الضيق بنفس المديرية ولم تتوفر حتى اللحظة معلومات عن نتائج تلك الغارات والأهداف التي طالتها تواصل ميليشيا الحوث الإيرانية جرائمها بحق المواطنين والأطفال في محافظة الضالع وسط البلاد لم تقتصر جرائمها على حرمان الأطفال في منطقة موريس بمديرية قعطبة من التعليم والصحة والعيش بأمان في ظل الحصار والألغام المزروعة بل تجاوزت لتقتال الطفولة بالاستهداف قنصا أو قصفا في الوقت الذي لم تجفيه دماء المواطنين بجرائم ميليشيا الحوثي سابقا استقبل سكان منطقة موريس في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع عامهم الجديد بفاجعة جديدة فثم تقناص حوثي ارتكب جريمته باستهداف الطفل علي الهادي وهو في مزرعته في قرية صولان ليرتقي شهيدا جريمة هزت المنطقة بأسرها تم استهداف الطفل البريء أو الشاب علي التوفيق على مساعد الهادي من قدر القناص من ميليشيا الحوثي الإجرامية وهو لا يحمل البندقية ولا يحمل المدفعية ولا يحمل قناصة كان طالب الله في أخضه وتم استهدافه بكل دم بارد من قدر ميليشيا الحوثي الإجرامية كما هو عادتها لم تكتفي ميليشيا الحوثي الإيرانية بقطع الطريق الرئيس على منطقة موريس منذ ثلاث سنوات بل عمدت على تلغيم الطرقات وفرض حصارها الخانق على قرى المنطقة واستهداف المواطنين على نحو مستمر منذ أكثر من عام بطريقة اتسمت بالدموية والعنف ليواجه مئات الأطفال شبح الموت والخوف والرعب في كل لحظة بسبب قذائف الميليشيات العشوائية والقنص المباشر الميليشيات تتعمل منع المواطنين في مزاولة أعمالهم في مزارعهم التي بعيدا مخطة الاشتباقات وتقوم بحصار عدة قرى منها قرية سولان وقرية الرفقة نعمل جاهدين على تجنيب المواطن للحرب وآثاره ولكن الميليشيات تتعمد إذاء المواطن تعاني الله في عون المواطن وإن شاء الله عما قريب ستنجلي الغمة وسيتحرر الوطن وتزول كل آهات الحرب خلال فترة وجيزة وثقت جهات حقوقية في محافظة الضلع قرابة مئة جريمة وانتهاك حثي ضد الطفولة منها استشهادوا خمسة عشر طفلا ومع استمرار نزيف دم المواطنين يرى حقوقيون أن ما يجري إن عكاسا طبيعيا لصمت المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته الأخلاقية وواجباته القانونية تجاه حماية المدنيين من بطش ميليشيا الحوثي وارتكابها الانتهاكات والجرائم الفضيعة بحق السكان واغتيال الطفولة أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف نزوح أكثر من خمسة وستين ألف شخص من وإلى مأرب نتيجة استمرار الهجوم الذي تشنه ميليشيا الحوثي الإرهابية على المحافظة أقلت منظمة في تقرير لها أن هجمات الميليشيا على محافظة مأرب خلال العام الماضي دفع أكثر من عشرة ألاف وثمانمائة وستة وسبعين أسرة أي نحو خمسة وستين ومائتين وستة وخمسين شخصا إلى النزوح من وإلى المحافظة وأكدت أن ثلثي هؤلاء النازحين أجبروا على مغادرة ديارهم بعيدا عن مناطق المواجهات في سرواح والجوبة وحريب خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الماضي حذر البرلمان العربي من خطورة الهجمات العشوائية والتجاوزات غير الأخلاقية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف واضح لأرواح المدنيين الأبرياء الأمنين والأعيان المدنية والذي يتنافى مع القيم الإنسانية ويعد انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية جاء ذلك في بيان ندد فيه باستهداف الميليشيا لمستشفى الثورة في تعز مشددا في الوقت ذاته على أنها محاولة بائسة من قبل ميليشيا الحوثي تتطلب تكثيف الضغوط عليها لرفع الحصار عن تعز ووقف استهدافها للأحياء السكنية والمستشفيات والذي يذهب ضحيتها المدنيون طلب البرلمان العربي والمجتمع الدولي القيام بمسؤولياته اتخاذ مواقف واجراءات صارمة وعاجلة لردع الميليشيا الإرهابية وبما يكفل حماية العيان المدنية والمدنيين ووقف امداد ميليشيا الحوثي بالسلاح ضمن انتهاكاتها بحق المواطنين في حواجزها الأمنية أقدمت عناصر مسلحة لميليشيا الانتقالية المدعومة إماراتيا على ضرب رجل موس شمالي العاصمة المؤقتة عدن وبحسب مصادر محلية فإن نقطة تابعة لميليشيا الانتقالي مقرها جولة الكالتيكس مقابل مستشفى البريهي بمديرية المنصورة اعتدت بالضرب على رجل موس بالهراوات على خلفية شجار بين عناصر النقطة مع سائق باص كان يستقله الرجل المعتدى عليه المصادر قالت ان الحادثة أثارت الرعب في أوساط نساء والأطفال الذين كانوا على متن الباص وفي وقت سابق من يوم أمس أقدمت ميليشيا الانتقالية على قتل امرأة في حاجز أمني تابع لها بنقيل البكري على مداخل مديرية رتفان في محافظة الحج بدأت شركات الأدوية في عدن الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الانتقالية المدعومة إماراتيا إضرابا عن العمل على خلفية استمرار الجبايات التي تفرضها السلطة المحلية في مديرية المنصورة كون معظم الشركات تقع في نطاقها الإداري ويأتي الإضراب بعد أيام من دعوة نقبة مستوردي وتجار الأدوية والمستلزمات الطبية في عدن كافة عضائها إلى التصعيد احتجاجا على إغلاق السلطة المحلية وقوات الأمن في المدينة شركات الأدوية بذريعة التصعير واعتبرت النقبة في بيان أصدرت اليوم الأحد أو اليوم الاثنين إغلاق بعض الشركات الأدوية إجراءة تعصفية كونها لم تصدر عن السلطة القضائية وتطبق ميليشيا الانتقالي نهج الحثين بفرض جبايات وإتاوات بذرائع مختلفة ثم تدور نشطاء على منصات التواصل قبل ثلاثة أيام مستندات رسمية جديدة موقعة باسم الانتقالي أظهرت فضه جبايات باهظة الثمن على شركات المياه أكد وكيل أول محافظة حضر موت الشيخ عمر بن حبريش العلي أن المحافظة ليست ساحة للصراع ومجتمعها يرفض ذلك لا فتن إلى أن أهلها تواقون للدولة ويعملون تحت مؤسساتها الرسمية وأكد بن حبريش وهو رئيس مؤتمر حضر موت الجامع في لقاء موسع عقد الأحد في مدينة الشحر وضم شخصيات اجتماعية ومشايخ ووجهاء وعيان المديرية قال إن توجهاتهم ومخرجاتهم واضحة للجميع ووجود التكتلات داخلها مرفوضة لما لها مناثار سلبية لتفريق الصف الواحد أشدد الشيخ بن حبريش على أهمية توحيد الجهود والكلمة بعيدا عن التجاذبات والمناكفات التي تفرق الشمل لا فتن إلى أن هذه الجهود تحتاج إلى سناد مجتمعي وثقة وعدم الانجرار وراء المثبتات والشائعات المغرضة طلب مركز حقوقي اليوم الاثنين الإدارة الأمريكية بحماية المقيمين في الولايات المتحدة بعد ساعات من تعرض يمني للقتل في نيويورك قال المركز الأمريكي للعدالة في حسابه على تويتر إنه يتابع بقلق كبير تعرض عددا من العاملين وملاك المحالة التجارية في ولاية نيويورك ومدن أخرى لاعتداءات مسلحة أدت إلى مقتل عدد منهم آخرهم رؤوف مهدي محرم الذي قتل أمس في محطة وقود كان يعمل بها على إثر سطو مسلح في مدينة سيراكيوس وخلال الأشهر الأخيرة قتل عدد من المغتربين اليمنيين في الولايات المتحدة الأمريكية برصاص عصابات السطو المسلح دون أي إجراءات من السلطات الأمريكية أو أي تحركات جديدة من الحكومة اليمنية ختم النشر عدوا أذكروا بأبرز ما جاء فيها تواصل عمليات الجيش والمقاومة لدحر ميليشيا الحوثي جنوب مأرب الجيش يعلن استعادة مواقع سراتيجية في اليتما بالجوف واجبات الانتقال في عدن تدفع شركات الأدوية إلى الإضراب ختم النشر واشكركم على طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر